الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبائي في الله لقاء جديد وعرض ومرض النهاردة نتكلم عن عرض بيحدث لكثير من الناس العرض ده هو تشنج عضلات الساقين ليلا كتير من الناس بتحصل قبل النوم وأغلبهم بتحصل أثناء النوم الواحد يصحى من النوم عضلة السمانة شدة يصرخ مش عارف يؤدي رجله فين عايز حد يعمل له استطالة بتكتر بعد سن الاربعين كتير من الناس لقوم عندهم هذه المشكلة بعض الشباب اللي بيلعب كورة واللي بيجري واللي بيبزي المجهود وبيروح جيم بتحصل معاه برضو وهو ناين بالليل عايزين نهاردة نعرف الأعراض دي هل لها أسباب طبية يعني فيها أسباب نبحث عنها مش مجرد عضلة شدت وخلاص ممكن يكون نقص في بعض العناصر زي الأملاح زي مثلا البوتاسيوم عند كبار السن قد يكون السبب هنشوف إن شاء الله هذا بإذن الله تعالى أول أسباب التقلص وتشنج العضلات ليلا هو حاجة العضلات للاستطالة يعني إيه حاجة العضلات للاستطالة؟ واحد كده أقوله ببساطة يا دكتور يعني إيه حاجة العضلات للاستطالة؟ احنا نعرف العضلة بنقويها تشد تنقابل نقوله طبعا عكس تقلص العضلة وشدتها هو استطالتها يعني إيه عضلة البايسيبس اللي هي بنقود بيتيتني الكوع كده هتبقى العضلة شد الاستطالة إن أنا أفردها على آخر ها يعني كده أنا براح العضلة دي أنا بديكم سلف اليد يبقى دا استطالة كل عضلات جسمنا محتاجة استطالة ويمكن من فضل ربنا وكرموا علينا إنه جعل يعني نقول إيه انقباض العضلات واستطالتها موجود في حركات الصلاة لو أنا عايز أعمل استطالة لعضلات الظهر أركح أوازجوا اتلاق عضلات ظهري حصل فيها استطالة عايز عضلات البطن تنقابل وأنا راكع وأنا ساجد طب وأنا واقف بيحصل فيها استطالة وهكذا فالناس اللي مدوم مع الصلاة بقول لهم ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم وسيلة استطالة للعضلات سهلة جدا خاصة أنا بقولها هو اللي بيقيم الليل ما بيحصلش عنده تقلص وشد في العضلات ليلا طيب التاني سبب تغير الفصول العضلة بتكون وقدة على درجة حرارة بتشتغل فيها فجأة يجينا سقيع ويوم برد والناس بتشتكي يبدأ العضلة محتاجة درجة حرارة مناسبة خاصة الناس اللي بيكونوا مش منقطعين كفاية اخواننا اللي شغالين في الصحراء في البترول في المعمار وشغالين في المنشآت وعايشين في أماكن الهوى فيها جديد وممكن برضو أخواننا الجنود اللي قاعدين في خيمة وخاصة مش الجندي النظامي اللي بيشغال لا في بعض الشباب ربنا سبحانه وتعالى يكرموا بايه بحاجة اسمها استدعى يكون خلاص ناس الجيش وبقاله 3-4-5 سنين يستدعى يروح ينام في خيمة وخيمة ساعة يضلوا بطنيتين افرش واحدة تحت منك واحدة فوق منك يجي يصرخ تلاقي التليفونات يعني هما بيدولوا التليفون ساعة يا دكتور أمير يلحقنا اما بينام بالليل العضلات طيب انت نام فين يا فلان يقول لي ده أنا في خيمة اصلنا فيه فترة استدعى يقول له واس تغير الفصول مع درجة الحرارة ايه البرده طيب تالت سبب وده عند كبار السن خصوصا فوق الستين بيكون الجفاف العضلة بترتبه بالمية محتاجة عشان تشتغل تتمدد وتنقبض محتاجة مية سائل السائل ده بيجي لها فصور الدم والدم ده بيبقى صورته نقول رقراق يعني خفيف مايبقاش لازج وتقيل الواحد لو قاعد خصوصا في الشتا مايشربش مية يقول لك عشان مدخلش الحمام انا مش عشان انا هشرب انا كفاء عليك كباية الحلبة الصبح والظهر بعد الغداء باشرب كباية لمون بعسل لا مش كفاية انت محتاج على الاقل في اليوم ثمان كبايات مية جبار طب انا ما بشربش الكمية دي هيحصل جفاف في العضلة ويحصل فيها تشنجات اثناء النوم يبقى ده السبب التالت السبب الرابع الاجهاد الشديد واحد بقى عمال يلف ومشاوير ودي بتحصل كتير جدا عند الامهات اللي بتجري تجهز بنات انا بتكلم كلام في الواقع ان ده اللي بشوف في العيادة واحدة تقول نزل تلفل مع البنت نشتري لها حاجة المطبخ نشتري لها اللبس نشتري لها المفروشات رجعت عضلاتي مقابدة فيها شدة عجيبة طب انت هل دي كانت طبيعة حركتك يا حاجة تقول لا والله ما كنتش مابشي كده انا بس عشان فرحانة بالبنت وقلنا يوم ونخلص يبقى الاجهاد الشديد برضو الاجهاد الشديد عند الرجال واحد بيشتغل جالوا ربنا سبحانه وتعالى بيشتغلوا بقى بالانتاج يقول لك انا بشتغل في بابلة سيراميك فجالوا شغلانا يقول لك هصهر فيها مش هدل نفسي التمن ساعتها وبقالوا مدة قاعد نايم فمش عايز ياخد الحاجة ايه على مهله يوم بعد يوم لا يقول لك انا هصهر وطبق واشتغل انا عايز اخلص من الشقة دي اخلص من المكان ده فيقعد يشتغل يجهد نفسه جدا يجي ينام جنبها اللي هو كان بقوله اشتغل يومين يعني على يومين ثلاثة يقول لك لا انا في يوم وهقوم بيها في يوم ما هي بقى بالمئولة انا واخد فيها مبلغ مقطوع او انا واخدها بالمتر وعايز اخلصها النهاردة الكلام ده انطبق مش همع بتاع مبلط السيراميك لا بتاع المحارة اللي شغل بالمتر وبتاع البياض اللي شغل بالانتاج كله عايز ينتج بسرعة فيحصل اجهاد عضلي شديد اللي واقف على سقالة عمالة يعمل في وجهة عمارة بياجي بالليل بيشتغل من اول ضقفة النهار لقاية المغرب وفي بعض الاماكن يعملونه كشفات كبيرة عشان يقعد يشتغل يقول لك عايز ايه انجز يروح ثم يوم يومين عضلاته بالليل ما يقدرش ليه تشنجات نتيجة الاجهاد الشديد انا بضرب امثلة في الواقع عشان نبقى فاهمين طيب في عندنا سوق التغذية الناس ما بياخدوش بوتاسيوم ولذلك بنقول ايه موزة كل يوم لمن تجاوز الخمسين والكلام ده انا بقوله عشان البوتاسيوم كتير من الناس احنا عندنا السوديوم والبوتاسيوم في جسم الانسان في بينهم معادلة يعني لازم تبقى نسبتهم مظبوطة الناس اللي بيجي لهم تشنجات كتيرة جدا انهم اجري حلل نسبة بوتاسيوم وصوديوم شوف النسب عندك عاملة ايه فنقوله موزة هتحل لك المشكلة الوقوف الطويل كتير من الناس واقف طول النهار يقولك انا في مصنع شغل وقوف شغل كزا يحصل عنده برضه تناول بعض الادوية زي مدرات البول انها تخلي البول يفقد الاملاح ادوية الضغط المرتفع بتعمل تشنجات بالليل فترة الحاملة وزيادة الوزن بتعمل تشنجات في العضلات عند المرأة مع نقص شرب المياه عنده الاصابة ببعض الامراض قد تسبب تشنج عضلات السقين زي ايه اول مرض السكر السكر بنقول كل الاعراض اللي بتحصل اللي احنا بنتكلم عنها في حلقاتنا ممكن السكر يكون سبب ليا تاني واحد امراض القلب تالت مرض الامراض العصبية زي التصلب اللويحي او التصلب المتعدد او التصلب المتنافط لها اسماء مختلفة يحصل التهابات المفاصل الناس اللي عندها خشونة في الرجبة وساكن في الرابع يطلعوا مرة ينام بالليل عضلاته تبدأ تشد او الناس اللي بيكون عندهم خلل في مفصل الرجبة نتيجة اصابة ما تمش علاجها يعني ايه اطعف الغضروف وقالك وانا هلعب كورة انا همشي كده من غير عملية ومن غير حاجة فبعد فترة يحصل تأكل في المفصل ويحصل شد او انقباض او تشنك في عضلات السقين قصور الغدة الدراقية الغدة الدراقية كسلانة تسبب التشنك في العضلات وبعده بنقول تقدم العمر الناس الكبيرة في السن هنجد عندهم مجموعة العوامل السابقة دي عندهم ممكن يبقى مريض سكر او مريض ضغط بياخد دواء او بيبزل مجهود مرة واحدة مع انه قاعد طول اليوم بس يوم كده يقولك هعمل ايه فرح بنتي فرح ابني يوم يبقى يبقى يبزل في مجهود يحصل عنده او قلة البوتاسيوم او قلة شرب الماء فكبار السن من النوم اهتموا بصحتكم وامنعوا هذه الاشياء اللي ممكن تسبب لكم ده وعالجوا التهابات المفاصل اول باول عشان ربنا يجنبكم تشنج عضلات السقين اثناء النوم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمنع لنا وعليكم بالصحة والعافية وان يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته